أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجموعة من الأوامر لقيادة عمليات بغداد عقب التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة وقال العبادي إن حكومته ستقتص من كل من يريد العبث بأرواح الأبرياء ولن تسمح له بتنفيذ مخططاته كما اطلع رئيس الوزراء على القطط الأمنية التي تطبق في العاصمة خلال زيارته مقر قيادة عمليات بغداد